اتحاد الكرة وحش يمشي مثلا يعني درائش طيب مين يا جماعة اللي هيجي بعد اتحاد الكرة ده طيب واللي قبله عمل ايه واللي قبله عمل ايه واللي قبله 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 عمل ايه هي المشكلة مش في افراد هي المشكلة في الفكر يعني انا محبش الكلام اللي هو من حوية ايه ده فلان في اتحاد الكرة لا يا فوق الله لا مفيش الكلام ده نختار بس على أسس بعد كده نختار حتى مسؤول الكورة ده على أسس نختار مدرب على أسس ومعايير نختار لعبين على أسس ومعايير في قطاعات النشئين حاجة دايق أنا النهاردة عارف أنه أنتو الأسهل برضو لو أحد يتكلم على الأهلي والزمالك وشيدي برضو الحاجات زي ما هفضل أرجع أولوكو تاني الحاجات اللي بتبيع ودي نقطة تانية بالمناسبة يعني هو كان واحد في حضراتكم بصراحة يعني وقولي نفسك كده يعرف أن فيه كأس لأمم أفريقيا للشباب كانت بتتلعب من أسبوع يعني أول مطش اللي افتتاح كنت تعرف قبلها بقديه أن فيه كأس أمم أفريقيا ظنني ظنني يعني أن أقصى 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 المتابعين عرفوا بالبطولة دي قبلها بأسبوع وفيه ناس تفاجوا أصلا النهاردة أول مطش المنتخم مصر أصلا فين بقى اتحاد الكورة في دي بقى؟ فين اتحاد الكورة في دعم المنتخب والدعاية للمنتخب والحديث عن المنتخب والحديث عن الكابتن محمود جابر اللي وصل بالناس يقولوا هو مين الكابتن محمود جابر ده؟ احنا ما نعرفش حاجة عن الكابتن محمود جابر غير أنه والد عمر جابر طيب دي مشكلة اتحاد الكورة أقل قوة بقى قوة تلقى تغلطان بقى بصراحة يعني أنا بس بحط المشاكل تمام؟ وبقول في المستقبل يا جماعة في المستقبل القريب أو البعيد حتى نحط معايير ونسأل ونقعد نسأل يعني حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ننتقد ونهاجم نسأل نقول والله كابتن محمود جابر عينة هو بيتعين مش بعد ما يخسر عينة بمعايير ايه؟ وبالمناسبة يعني برضو أنا قلت لك أن قبلها بأسبوع كاية الناس بتعرفش أن مصر هتلعب في كاسوة أمو الأفريكية للشباب وفي مصر أنا أعتقد أن الناس عرفت أن الكابتن محمود جابر مدرب لمنتخب مصر للشباب لما شاف أول مباراة للمنتخب راجل معين من سلتقش كما حتسأل حتسأل مين أصلا مدرب لمنتخب الشباب حتش يعرف فما حتش يسأل على المعايير فاكرين بعد الخسارة والخروج من تصفات كاس العالم أمام السنغال المنتخب الكبير والخسارة في نهاية كاسوة الأفريكية فاكرين في جملة شهيرة كلنا كإعلاميين وصحفيين كنا كنا بنقولها والمدربين والضيوف فكل الناس بيقولوها لابد أن يبقى عندنا تجربة زي التجربة البلجيكية والتجربة الألمانية والتجربة الأسبانية والتجارب العالمية في تطوير قطاعات الناشئين وا 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 الكلام ده خد من الجميع أسبوع تقريبا بالكتير يعني وين نسينا بقى وبالمناسبة يعني أنا مش بلوم مش بلوم نفسه ولا بلوم الألمان خلاص احنا قلنا اللي قلنا قلناه اتحاد الكورة بقى عمل ايه فين التجارب دي فين فين التطوير في قطاعات الناشئين فين فين الخطة شوف مش بقولك بقى لنه يكون نفذ فين الخطة اللي انت عاملها لتطوير قطاعات الناشئين في مصر فين والده الأصل يا جماعة قطاعات الناشئين دي الأصل ومهندكالي بقى على مدرب واصل اللعيب ده النهاردة كان شاكله ومش حلو اللعيب ده مدفع مش جايد مهاجم مش جايد كل ده هي اللفة اللي بنقع من اللفاحة وإننا nella سنة ما متلاقش بحاجة دازل توصل للقصل لو وصلت للقصل هتحل المشاكل اللي فوق موصلتش للقصل يبقى هنفضل عايشين في نفس المعنى هتمنى اجتماع الاتحاد الكرة الطارق ده بكرة يبقى فيه كلام غير إن احنا غاضبين من الموديل الفني ولا حبين الموديل الفني ولا زعلين من الموديل الفني ولا حبين الموديل الفني يبقى فيه كلام فيه خطة لقدام يدونا احنا تفاؤل يعني لما حد يقول لي والله بص احنا هنعمل طريقة نرائب بيها الاندية في اختيار اللاعبين في قطاعات النشئين تفاؤل احنا هنشترض على الاندية ان احنا نبقى موجودين او مندوم من اتحاد الكرة موجود في لحظة الاقتبارات او في ايام الاقتبارات ماشي اي لقطة دلوقتي مش قولك قطة بس الديني اديني نقطة ضوء ابص عليها واقول اه احنا رايحين لسكة كويس ده المنتخد